ده احتفل هذه الايام ودخلين على ايام سعيدة مباركة ايام فيها نحتفل بذكرى ميلاد شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وايضا بنودع عام وبنستقبل عام جديد فبصلي وبقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم بكل الخير والسلام واصلي انه في سنة جديدة تكون سنة مليانة بالسلام ليكم ولأسركم وبالخير ايضا لكم ولأسركم السؤال الذي يعني يطرح نفسه على الساحة خلال الاسابيع اللي فاتت وكان بيطرح نفسه بشدة هو سؤال مرتبط بمتى ولد المسيح والسؤال اكتر مرتبط بتاريخ 25 ديسمبر و7 يناير هل الاحتفال ب25 ديسمبر ام الاحتفال بميلاد المسيح هو في 7 يناير وانا حابب النهاردة يعني اخذ الموضوع ده واتكلم فيه مع حضراتكم من الناحية الكتابية ومن الناحية ايضا التاريخية وبعيدا عن اي طائفية بعيدا عن اي انتماء لأي طائفة احنا هنا في عبر الكتاب بنحاول ان احنا نكون اكثر مرتبطين بكلمة الله وهي المصدر الوحيد للايمان وللاعمار وعش كده حلو ان احنا نرجع لكلمة ربنا وندور فيها ونشوف اللي بيعلمه لنا الكتاب المؤدس بخصوص ميلاد رب يسوع المسيح وكيف ايضا لنا كمؤمنين ان نحتفل بميلاد المسيح احتفالا حقيقيا عش كده عنوان حلقة النهاردة هو متى ولد المسيح 25 ديسمبر ام 7 يناير اول حاجة يعني ايه عيد الميلاد او الكريسموس احنا دايما نقولك هنا الكريسموس نحتفل بالكريسموس او حتى في بلدنا العربية النهاردة كلمة الكريسموس اصبحت كلمة شائعة جدا يعني ايه الاحتفال بعيد الميلاد عيد الميلاد المجيد هو احتفال المؤمنين بالمسيح بذكرى تجسد كلمة الله الازلي ودخوله الى العالم لفدعنا هو ان احنا بنتذكر انه من الفين سنة دخل الرب يسوع المسيح كلمة الله الازلي والكلمة صار جسدا وحل بيننا فبنحتفل بهذه الذكرى ده المفهوم البسيط يعني ايه عيد الميلاد اما كلمة كريسموس فالكلمة كريسموس بتأتي من كلمة او كلمتين قدام انجليش اللي هي كريستيس ماسي او الاداس الخاص بالمسيح او الاحتفال او الذكرى الخاصة بالمسيح وعشان كده الكلمتين دول اختصروا واصبحت كلمة كريسموس يعني الاحتفال بذكرى المسيح او ميلاد المسيح لكن نأتي الى السؤال بتاعنا متى ولد المسيح متى دخل الى العالم بعض الحقائق المهمة لازم ننقشها واحنا بنتكلم عن هذا الموضوع ونرجع لكلمة الله ونرجع الى انجيل متى ونرجع الى انجيل لؤى اللي بيكلمونا بالتفاصيل عن ميلاد الرب يسوع او بنسميها قصة الميلاد كما ذكرها لنا البشير متى وذكرها لنا ايضا البشير لؤى في اكتر من حقيقة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منهم اول حاجة تاريخ ميلاد المسيح بالتحديد غير معروف وكلنا نتفق على كده كتابيا انا اكلم من ناحية الكتابية تاريخ ميلاد الرب يسوع المسيح غير معروف لا نعرف اليوم بالزبط ولا نعرف الشهر ولا نعرف السنة كويس فعش كده النقطة دي تعتبر منطلق للحديث عن ميلاد المسيح انه تاريخ الميلاد نفسه بالتحديد غير معروف طيب الا الحقيقة التانية وهي مكملة لها حقيقة التانية ان الكتاب المؤدس بيأكد لنا تاريخية الحدث بيأكد لنا حقيقة التجسد من الناحية التاريخية فتجسد المسيح ليس مجرد ايمان روحي نؤمن انه الله يعني قريب مننا لانا بكلم على حدث تاريخي والكتاب المؤدس بيذكر لنا التجسد والميلاد العذراوي احداث تاريخية فالكتاب المؤدس بيؤكد تاريخية الحدث ويذكر تفاصيل كثيرة متعلقة بميلاد المسيح كويس تفاصيل كلها تاريخية وما ينفعش انه انه اقول انه ميلاد المسيح هو مجرد يعني فكرة جميلة روحية ناخدها روحيا اه هي لها بعد روحي لكن قبل ما يكون لها بعد روحي هي ايضا حدث تاريخي واهميتها في انها حدث تاريخي ان الله دخل الى عالمنا الكلمة صار جسدا وحل بيننا عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد فمهم جدا انه اقول انه ايضا الكتابة مؤدس بيأكد لنا في متى وفي لؤة لما بيكلمنا عن ميلاد الرب يسوع بيأكد لنا تاريخية الحدث باشارات تاريخية كثيرة جدا اذكر منها بعض الامور لما نرجع الى لؤة ناخد بشارة البشير لؤة واصحاح اثنين وفي عدد واحد الى سبعة بيقول لنا ايه البشير لؤة خلي بالكو بيكلمنا هنا عن مجرد ميلاد المسيح لكن بيكلمنا عن حدث تاريخي ولانه حدث تاريخي بيربط لي بيربط هذا الحدث باشخاص تاريخيين فيقول وفي تلك الايام صدر امر من اغسطس قيصر بان يكتتب كل المسكونة وهذا الاكتتاب الاول جرى اسكانا كيرنيوس والي سوريا فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد الى مدينته فصعد يوسف ايضا من الجليل من مدينة الناصرة الى اليهودية الى مدينة داود التي تدعى بيت لحب لكونه من بيت داود وعشرته ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلة وبينما هما هناك تمت ايامها لتلد فولدت ابنها البكر وقمتته واطجعته في المزود اذ لم يكن لهم موضع في المنزل بيكلمني عن اكتتاب احصاء امر بي القيصر هذا الاكتتاب كان مهم جدا لانه على اساسه بيقدر يفرض الضرائب على اليهودية وهذا الامر الملكي الصادر من قيصر لا يستطيع احد انه يعصيه فبالتالي يوسف الرجل الفقير الغلبان المسكين مع مريم الحبلة اخذ نفسه اخذ مريم ونزل من مدينة الناصرة الى مدينة بيت لحم لانه من هو من بيت لحم رجع الى البلد بتاعته علشان يكتتب هناك وهو هناك تمت ايامها لتلد فولدت ابنها البكر واضجعته في المزود طيب في عندنا هنا اشارات تاريخية اشارات تاريخية ممكن تقول لنا عن فترة زمنية ولد فيها المسيح نقدر نعرف انه المسيح ولد في فترة زمنية معينة هذه الاشارات التاريخية اول واحد فيهم هو اغسطس قيصر او ساميه سيزر اوغاستوس اغسطس قيصر يعتبر من اول قيصر الامبراطورية الرومانية ولد هو ولد كان وايضا يطلق عليه جايوس اوغستيفوس ولد سنة 63 قبل الميلاد ونصب امبراطور كان محارب كان رئيس جيش كان عضو بعد كده في البرلمان كان من الناس العظماء جدا المؤسسين الامبراطورية الرومانية نصب امبراطور الامبراطورية الرومانية سنة 27 قبل الميلاد وحكم روما من سنة 27 قبل الميلاد الى سنة 14 ميلادية وده دي الفترة اللي هو يعني 41 سنة حكم فيها روما خلال هذه الفترة صدر منه امر ما قلناش الكتاب سنة كام من حكمه لكن البعض بيحط سنة 27 سنة 26 سنة 28 مش عارفين من حكمه يعني لكن على الاقل بيكلمني عن فترة زمنية اللي ولد فيها المسيح كان اغسطس قيصر هو حاكم العالم وحاكم روما كان كمان كرنيوس وده كان والي سوريا كان حاكم سوريا وصار والي سوريا سنة 7 قبل الميلاد يعني هو بدأ يكون لهذه الوظيفة وهذا المكانة كوالي سوريا 7 قبل الميلاد كما يذكر لنا ايضا المؤرخ الروماني تاستوس في كتابه الحاويات وفي الجزء الثالث بيذكر لنا عن والي والي سوريا سنة 7 قبل الميلاد فالاكتتاب تم الاكتتاب تم في وقت لما كان كيرنيوس والي سوريا وهو طاع امر الامبراطور اغسطس قيصر كويس طيب يبقى يبقى ميلاد المسيح تم في الفترة دي وهو حكم من سنة 7 يبقى اكيد ميلاد المسيح اتى بعد سنة 7 كويس قبل الميلاد لانه قبل سنة 7 ما كانش موجود فهو بدأ حكمه من سنة 7 كويس قبل الميلاد نيجي الى متى متى بيقولنا ايه متى بيقولنا ايضا بعض الحقائق التاريخية الاخرى لنقدر منها نعرف الفاترة الزمنية ولما ولد يسوع في بيت اللحم اليهودية في ايام هيرودس الملك يبقى عندي اغسطس قيصر عندي كيرنيوس عندي ايضا هيرودس الملك وهنا بيكلمني عن هيرودس الملك بيكلمني عن هيرودس الكبير المرتبط حياته بميلاد الرب يسوع المسيح هيرودس الكبير هو حاكم اليهودية من سنة 37 قبل الميلاد حتى سنة 4 قبل الميلاد يبقى هو مات سنة كام 4 قبل الميلاد وكيرنيوس حاكم بد حكمه كان من سنة 7 قبل الميلاد يبقى بما انه هيرودس ارتبطت حياته بحقيقة ميلاد المسيح وانه هو قبل المجوس وانه هو خاف من انه الاخبار ميلاد ملك جديد فقام بقتل الاطفال وهو مات سنة 4 قبل الميلاد يبقى اكيد المسيح ولد قبل سنة 4 ميلادية وبعد سنة 7 ميلادية في الفترة دي المؤرخين بيحطوا ميلاد المسيح ما بين سنة 5 او 6 قبل الميلاد واضح الفكرة يعني كيرنيوس من سنة 7 قبل الميلاد كويس بدأ حكمه ومش ممكن يكون المسيح اتولد قبل سنة 7 لانه ارتبط بالنص الكتابي باسمه هنا وفي نفس الوقت هيرودس الكبير مات سنة 4 قبل الميلاد يبقى ما بين سنة 7 وما بين سنة 4 اتولد المسيح سنة كام ممكن نهاية 5 6 بداية 6 نهاية 6 قبل الميلاد كويس دي الحقيقة بهذا يكون ميلاد المسيح قد تم قبل موته قبل موت هيرودس يعني الذي مات سنة 4 قبل الميلاد يعني ممكن المسيح يكون ولد سنة 5 او 6 قبل الميلاد طيب بعض الملاحظات المهمة يبقى الحقائط جولها بتقول لي حاجة مهمة جداً بتقول لي انه الحدث تاريخي بتقول لي انه فعلاً من الفين سنة ولد يسوع المسيح بتقول لي انه الاحداث المرتبطة والمسجلة ليه في الكتاب المؤدس المرتبطة بميلاد رب يسوع المسيح احداث تاريخية حقيقية وليست من اختراع بشر ولا من تأليف بشر طيب اول حاجة بعض الملاحظات المهمة اللي نقدر ان احنا ايضاً نستشفها من متة ومن لؤة عدد كبير من العلماء علماء العهد الجديد بيؤكدوا ان مش ممكن يسوع يكون ولد في الشتاء يعني 25 ديسمبر ده شتاء كويس فمش ممكن يسوع يكون ولد في الشتاء بل اغلب الظن انه ولده يا اما في الخريف او في الربيع كويس والسبب هنشوفه انه بيسكن لينا رعاة يحرسونا رعيتهم وموجودين في التلال بيهتموا بالاغنام بتاعتهم فمش ممكن ابدا التلال دي بتكون تلجي جدا ومضغطية ايضا بالتلوج في اليهودية فمش ممكن يكون هناك رعاة بيحرسو في وقت الشتاء كويس دي واحدة من الاسباب والبعض الاخر بيعتقد ان يسوع ولد يا اما في سبتمبر او في اكتوبر والسبب بيقولوا انه الاكتتاب ده حدث لما كان فيه الاعياد اليهودية ومن ضمن الاعياد المهمة كان عيد المظال اللي فيه كل اليهود بيأتوا الى مدينة ارشليم وبيسكنوا فيه مظال فيه خيام ذكرى للاربعين سنة اللي عاشوها في البرية عايشين فيه خيام فالعيد ده اللي هو سكوت او عيد المظال وبيكون فيه نهاية سبتمبر في بداية اكتوبر وبتكون المدينة كلها مليانة بالزوار وبالناس اللي جات من كل مكان وعشان كده كان من الصعب انه يوسف ومريم يجدوا ايضا مكان يعني تلت فيه كمان سبب اخر انه ما ينفعش يكون في الشتاء لانه النجم النجم اللي قاد المجووس ووصل الى حيث المزود فعلشان يوصلهم الى اليهودية ويكون مرئي ويكون واضح جدا ما ينفعش يكون هذا النجم في فترة الشتاء ياما كان فيه الخريف ياما كان فيه الربيع حيث السماء صافية وتستطيع انك ترى ايضا النجم بيوه وضوح دي بعض الملاحظات اللي بيحطوها علماء العهد الجديد اللي على اساسها بيرفضوا فكرة انه ممكن المسيح يكون يتولد في الشتاء طيب ايه الحقيقة اللي عايز اقولها من ورا الكلام ده كله الحقيقة الاولى هي انه مع اننا لنعلم اليوم والشهر والسنة التي ولد فيها المسيح الا ان ميلاد المسيح حادث تاريخي يؤكد كل الاشارات التاريخية التي اهتم الوحي المقدس بتسجيله اه مش عارفين اليوم والشهر والسنة بالزبط لكن هذا لا يطعن في تاريخية الحدث فالحدث تم وان كنا لا نعلم ولان كان الكتاب المقدس لم يسجل لنا اليوم يعني غير مثلا صلب المسيح نعرف انه تم فيه 14 نيسان لانه ده كان الاحتفال اليهود بعيد الفصح ونقدر نرجع به السنين ونقدر نعرف انه كان موافق يوم ايه في السنة وعشان كده من الاشارات دي نقدر نوصل الى اليوم لكن ميلاد المسيح فذكر لنا فترة زمنية لكنه لم يسكن لنا بالتحديد بالزبط اليوم والشهر نحن نحتفل بيسوع المسيح ابن الله الادلي الذي دخل الى عالمنا منذ اكثر من الفين سنة طيب اجي الى سؤال اكيد حضراتكم بتسألوه طيب انت الحد الوقت ما دخلتش في موضوع 25 ديسمبر او 7 يناير فماذا عن ماذا عن 25 ديسمبر و7 يناير منين جات التواريخ دي وهل التواريخ دي نقدر بنعتمد عليها وهل هي فعلا تواريخ ثبتة طب ليه الاختلاف ومن اين قتى الاختلاف بين احتفال الغرب بـ 25 ديسمبر واحتفال الكنيسة الشرقية بميلاد المسيح في 7 يناير طيب خلوني اجي الاول الى ارجع الى الحقيقة اللي كنا بنقولها اول حاجة لا يوجد ذكر في العهد الجديد كله الى اليوم والشهر والسنة التي ولد فيها المسيح دي اول حقيقة اي واحد الف بالعهد الجديد لما نقول لو انت قريت العهد الجديد او درست العهد الجديد هتعرف انه لا يوجد ذكر ليوم او شهر او سنة محددة ولد فيها الرب يسوع دي دي حقيقة نتفق كلنا عليها وما اعتقدش انه فيه اي عاقل يقدر انه يطعن فيه الحقيقة دي دي اول حقيقة نتفق عليها حقيقة تانية زي ما قلت توجد بعض الاشارات اللي ممكن تساعدني تساعدني على ان انا اقول ممكن يكون في فترة دي او ممكن يكون في الفترة دي يعني زي ما قلت لحضراتكم موجود الرعاة الذين بيكلم عنهم الكتاب رعاة متبددين هيحرسون حراسات الليلة على رعايتهم وجود الاية دي ووجود الرعاة كويس فيه وارتباطهم بميلاد المسيح بيقول لي انه مش ممكن ابدا اي واحد في اليهودية يعرف كده كويس انه مش ممكن يكون الرعاة دول كانوا بيروع في الشتاء فبالتالي الحدث ميلاد المسيح لم يكن شتاء فيه شتاء بل يمكن كان في ربيع او في خريف ده اللي ممكن نقوله فبالتالي وجود النص اللي زي كده يقول لي ان انا اعمل علامة اكس على الشتاء يبقى عندي يمكن الربيع يمكن الخريف كويس طيب ماذا عن تاريخ كنيسة اذا كان الكتاب مؤدس فيه اشارات بس الاشارات دي مش بتديني اليوم بالزبط ولا الشهر ولا السنة لكن فيه اشارات ممكن استنتج منها فترة معينة ماذا عن تاريخ الكنيسة اولا اعمال الرسل جزء من تاريخ الكنيسة لا يوجد فيه اي ذكر لي يوم وشهر وسنة وتحديد بالزبط لميلاد المسيح طيب بعد اعمال الرسل هل الكنيسة فيه النصف الاول من القرن النصف التاني من القرن الاول والقرن التاني والقرن التالت هل هناك اشارات او هناك تعاليم او هناك تحديد لليوم والشهد والسنة الذي فيه ولد يسوع المسيح انشوف لا يوجد ذكر للاحتفال بميلاد المسيح في كتابات الاباء الاولين للكنيسة الاولى اولا تاني لا يوجد ذكر لا يوجد ذكر للاحتفال بميلاد المسيح في كتابات الاباء الاولين للكنيسة الاباء الاباء اذكر اللي هو من 165 الى 264 اوريجانوس مش بس لم يذكر شيء عن الاحتفال بميلاد المسيح اوريجانوس كان ايضا بيهاجم وبينتقد كل من يحتفلون باعياد الميلاد لانهم يتشبهون بالأمم الوثنيين كان ضد خالص هذه الفكرة كويس فده بالنسبة لتريخ كنيسة اقدر اقول فقط انه سنة 200 ميلادية في كتابات اكليموندوس الاسكندري كويس تقريبا سنة 200 ميلادية هو اقترح عدة ايام اقترح عدة ايام كان في احدى كتاباته في ال انا اذكر هنا حتى المرجع لحضراتكم في النهاية انه حط اقتراحات يعني هو حاول يخمن او يحاول انه يستنتج ممكن يكون المسيح طولت امتى فهو قال لنا ايه قال هناك اولئك الذين لم يحددوا سنة ميلاد ربنا فحسب بل ايضا اليوم حيث يقولون انه قد تم في السنة 28 لاغوستوس قيصر لو قلنا سنة 28 لاغوستوس قيصر هو حكم من سنة 27 قبل الميلاد يبقى السنة الاولى الميلادية البعض حتى كيف وفي اليوم 25 من الشهر المصري باخون اللي هو بحسب التقويم الجريكوري يبقى 20 مايو فالبعض اقترح انه المسيح ممكن يكون ولد يوم 20 مايو 25 تقريبا البعض الاخر بيقول انه ولد في يوم 24 او 25 من شهر فارموثيا اللي هو بيعتبر 20 او 21 شهر من ابريل يعني يعني فيش حد ابدا ذكر من دول من الاقتراحات دي زي ما قال كلموندوس محدش قال 7 يناير ومحدش قال 25 ديسمبر الايام اللي فكروا فيها كانت مرتبطة يا اما بشهر مايو يا اما بشهر ابريل كويس طيب ناخد بقى واحد واحد من 25 ديسمبر و7 يناير ونقول للاختلاف ومن اين نشأ هذا او ذاك 25 ديسمبر من اين اتى 25 ديسمبر اول ذكر ل 25 ديسمبر ورد في القرن الرابع الميلادي يبقى اول ذكر للاحتفال بميلاد المسيح جاء في القرن الرابع الميلادي حيث اعتبر يوم عيد الميلاد الذي ولد يسوع الذي ولد في بيت لحم اليهودية يعني بعد 300 سنة من ميلاد المسيح بدأ التفكير وتحديد يوم معين للاحتفال بميلاد المسيح لكن السؤال مازال بيترح نفسه على اي اساس اختاروا يوم 25 ديسمبر هل مجرد كده بس يعني استنتاج بشري او استحسان بشري فالكنيسة قالت اه 25 ديسمبر ده يوم كويس احنا نحتفل بميلاد المسيح ولا هناك بعض الاسس اللي على اساسها تم اختيار 25 ديسمبر للاجابة على السؤال ده في مدرستين في مدرستين اتمنى انتو تكونوا متابعين معايا بايز في مدرستين لتفسير اختيار يوم 25 ديسمبر المدرسة الاولى بتقول انه هذا اليوم كان اساسا يوم بيحتفل بي الامبراطورية الرومانية بنصرة الشمس ولان المسيح هو شمس البر فتم اختيار هذا اليوم ليحل مكان الاحتفالات القديمة التي كانت موجودة في الامبراطورية الرومانية فبما انه ده يوم اجتماعي ويوم معروف قبل الايمان بالمسيحية كان يوم ايضا ديني وبما انه المسيح هو شمس البر والشمس المسيح هو شمس البر الحقي فتم اختيار هذا اليوم علشان يكون يوم الاحتفال بميلاد المسيح ويقولوا انه دون تم طبعا لما المسيحية انتشرت وصار قسطنطين هو اول امبراطور مسيحي وبالتالي صارت الامبراطورية الرومانية الدين الرسمي لها هو المسيحية فتم اختيار يوم معروف كانت الناس بتحتفل فيه بشيء الى انه يصبح يوم له معنى روحي ويحول اليوم ليكون اشارة لميلاد المسيح ده ده التفسير الاول وده على فكرة عايزي اقول لكم ده اكتر تفسير منتشر حتى في الانسايكلوبيديا حتى في القواميس اللي بتعرف كلمة الكريسماس وبتحاول انها تشوف من اين بدأ يوم 25 فهو شائع جدا وعام جدا كويس لكن فيه مشكلة بتوجهنا لما بنقول الكلام ده المشكلة اللي بتوجهنا انه هذا التفسير لم ينادي به احد من الكنيسة الاولى ولم يقدمه حتى احد من الكنيسة الاولى هذا التفسير وجد في القرن ال 12 الميلادي يعني لانه في مخطوطة سريانية على هامش المخطوطة السريانية بيقول لي انه وتم الاختيار 25 يناير ليحل مكان الاحتفال القديم اللي هو سولو انفكتوس اللي كان موجود بنصرة الشمس وانه الهامش دوان او الكتابة على هامش المخطوطة دي هي اللي صارت عامة فيما بعد وصارت الناس كلها بتؤمن اه تم اختيار اليوم ده على اساس انه حل مكان 25 ديسمبر المعروف قبل المسيحية فبيقول انه التفسير ده غير قديم وموجود بس من القرن ال 12 ودي مشكلة بتواجه هذا التفسير كمان بيقول لنا انه لا 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 يوم 25 معروف قبل كمان مجمع نقية في بعض الكتابات بالاخص لمعلمين ولبعض الجروبز المؤمنين اللي كانوا موجودين في شمال افريقيا كانت على فكرة بتفكر وذكرت ان يوم 25 ديسمبر ممكن يكون هو اليوم الذي فيه ولد المسيح فبالتالي مش مرتبط بانه حل مكان عيد وثني قديم ده المدرسة التفسيرية الاولى اليوم 25 بتقول انه حل مكان سولو انفكتوس وده كان عيد وثني قديم للشمس ونصرتها ولان المسيح هو شمس البر فقد تم اختيار هذا اليوم ليحل مكان دي مدرسة التفسيرية الاولى كويس طيب المدرسة التفسيرية التانية بقى ودي مهمة جدا برض مدرسة التفسيرية التانية بتقول انه بدأ التفكير في يوم 25 ديسمبر من اكشولي من ايام تورتليان في سنة 200 ميلادية ازاي بقى مع انه هو ما ذكرش الاحتفال بعيد الميلاد لكن بعض الاشارات على انه كان بيفكر انه ممكن يكون هذا اليوم هو يوم ميلاد المسيح تورتليان اتكلم عن صلب المسيح وتكلم على انه المسيح صلب فيه 14 نيسان او 14 ابيب حسب سواء التقويم البابلي او التقويم اليهودي بيقول ان الشهر ده لي اسمه مختلف ابيب او نيسان فيوم 14 نيسان يوم 14 نيسان الذي فيه صلب المسيح كان يوافق بالتقويم الليلياني اللي هو اشارة الى يوليوس قيسر كان يشير الى يوم 25 مارس يبقى 24 نيسان بالتقويم الغربي هو 25 مارس وبيقول لانه اشارة الميلاد لانه الاشارة بموت المسيح وردت اولا متضمنة في الاشارة بميلاد المسيح انه يولد وتدعو اسمه يسوع لانه يخل الشعب من خطيهم فبالتالي الصليب متضمن في البشارة بميلاد المسيح فهو ربط وقال يبقى بما انه المسيح صلب فيه 14 نيسان او 25 مارس يبقى اكيد من 33 سنة جات البشارة لمريم يوم 25 مارس واذا قلنا انه البشارة اتت لمريم يوم 25 مارس يبقى نحسب 9 شهور يبقى المسيح اتولد 25 ديسمبر بعد 9 شهور من البشارة بميلاده اخدتوا بالكم من الرابط ده دي مدرسة تفسيرية لازاي جي يوم 25 ديسمبر ويز هذه الفكرة اساسا وجدت ايضا في كتابات بتعود الى القرن الرابع الميلادي لشخص مجهول وبيقول فيها انه ربنا حبل به في 25 مارس والذي هو يوم الصلب لهذا يوم الحبل به هو نفسه يوم صلبه وقلمه لهذا وعلى هذا الاساس فان ميلاد المسيح يعود الى انقلاب الشتوي فالربط دوان انه حصل فيه الشتة 25 مارس طيب كمان عندنا اشارة اخرى ل25 ديسمبر سوري اشارة اخرى ل25 ديسمبر اشارة دي وجدت فيه كتابات القديس اغسطينوس اللي هو من سنة 399 وحتى سنة 419 بيقول وفي كتاباته بنعرف انه هو كان على دراية ب 25 ديسمبر فبيقول في كتابه الثلوس بيقول يعتقد ان يسوع حبل به في 25 مارس ففي نفس اليوم ايضا الذي تألم يعني المسيح اللي هو 25 مارس ده كان ايضا يوم موته يعني المسيح العيد ميلاده هو نفسه عيد موته كميز او سور عيد الحبل به او البشارة انه مريم حبل جيه 25 مارس واللي هو ايضا يعتبر يوم تألمه فرحم العذراء الرحم بتاع العذراء الذي لم يحمل من قبل يتوافق مع القبر الجديد الذي دفنا فيه حيث لم يوضع فيه انسان ابدا فقد ولد المسيح بحسب التقليد يوم 25 ديسمبر وهنا ربط ما بين البشارة بميلاد المسيح ويوم ميلاد المسيح وانه المسيح بشر به والملاك اتى لمريم يوم 25 مارس وبالتالي تسع شهور بعدها ولد المسيح في 25 ديسمبر دور المدرستين انه مدرسة تاخد بصراحة اي وحدة اللي انت مرتاح لها لانه يعني دي مدرسة ليها يعني سند بتاعها ودي مدرسة ايضا لها سند بتاعها مش فرقة مش فرقة كتير لانه الامر مش مرتبط بيوم وانشوف ان الامر مش مرتبط بيوم طب نيجي بقى الى الامر الاخر ماذا عن 7 يناير ماذا عن 7 يناير ومن اين اتى 7 يناير اذا كان اذا كان 25 ديسمبر فيه اشارات لي كتير سواء من القرن الرابع او من القرن الاثناشر فيه اشارات من اغسطينوس فيه اشارات غير وغير 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 لماذا لا تحتفل الكنيسة الشرقية مع الكنيسة الغربية في نفس التوقيت وايه سر الاختلاف ومن اين اتى هذا الاختلاف الاختلاف ده جيم منين مصدر ايه هل مصدره سياسي هل مصدره كنيسة انقسمت هل مصدره شفنا انه مش مصدره كتابي اهم حاجة ان احنا شفنا انه هذا الاختلاف ليس مصدره نص كتابي لان الكتاب المقدس لا يحتوي على نص مباشر او غير مباشر يتحدث فيه عن اليوم والشهر والسنة التي ولد فيها المسيح فدي يعني دي قاعدة عامة دي حقيقة بناخدها من كتابة معدسة لكن على اي اساس ما زالت الكنيسة الشرقية بتحتفل بسبع يناير ماذا عن سبع يناير طيب العالم النهاردة عشان نشرح الفكرة العالم النهاردة بيعتمد على التقويم الجريجوري نسبة الى البابا جريجوري الثالث عشر اللي هو كان بابا روما سنة مية الف سوري الف خمسمية اثنين وتمانين فالتقويم النهاردة اللي بنتستخدمه ده بين ايدينا واللي بنتستخدمه العالم كله بيعتبر التقويم الجريجوري اللي سواء في يناير فبراير مارس إبريل مايو إلى آخر هذا التقويم بالشهور بساعات بالمواسم بكل شيء فده التقويم الجريجوري قبل التقويم الجريجوري يعني لأنه التقويم ده جيه سنة الف خمسمية اثنين وتمانين طيب قبل سنة الف خمسمية اثنين وتمانين ما هو التقويم الذي كانت تتبعه الكنيسة سواء الشرقية أو الغربية قبل التقويم الجريجوري كان العالم بيستخدم تقويم يوليان اللي بيعود الى يوليوس قيسر كويس والتقويم ده اكتشفوا فيما بعد انه في بعض الاخطاء الحسابية اللي حاول التقويم الجريجوري انه صحح ازاي التقويم الجريجوري قالنا انه السنة أو دوران الشمس حوالي الارض بيتم في 365 يوم و6 ساعات 365 يوم و6 ساعات ده التقويم الليليان اللي كان متبع قبل التقويم الجريجوري لما جيت تقويم الجريجوري قال لا 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 فيه خطأ هنا فيه خطأ وخطأ علمي لابده انه صحح انه انه الارض بتكمل دورتها الارض بتكمل دورتها حول الشمس مرة كل 365 يوم وخمس ساعات و48 دقيقة و46 ثانية الاولاني كان بيقول انه الارض بتكمل دورتها كل 365 يوم و6 ساعات الجريجوري قال لا 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 6 ساعات دي غلط التقويم الصح او الفترة الزمنية الصح انه 365 يوم و5 ساعات و48 دقيقة و46 ثانية يعني اقل من الحساب القديم اقل من الحساب القديم 11 دقيقة و14 ثانية هتوجعوا دماغنا ليه هما هيوجعوا دماغنا ليه الفرق اللي هيعمله يعني 11 دقيقة و14 ثانية الواحد بيأكل ساندودش في 10 دقايق ولا بيأكل واجبة في 10 دقايق هيوجع دماغنا في حسابات يعني الحسابات دقيقة جدا فالفرق ما بين التقويم الأدين والتقويم الجديد هو 11 دقيقة و14 ثانية طيب يبقى ابتدأ العالم يحتفل بميلاد المسيح من سنة 326 ميلادية في 25 ديسمبر اللي هو موافق بالمصري كويس 29 كيك يبقى احنا لازم نرجع بالزمن والأيام اللي احنا يعني خدناها دي لازم نرجعها مرة تاني كويس فطلعت الحساب مجموع هذا الفرق من سنة 325 حتى سنة 1582 هو عشرة أيام هذا التعديل ثم بالتقويم الغريغوري ولكي ولكي يضمن وقوع هذا الميلاد في موقعه الفلكي 25 ديسمبر تم حسف 3 أيام كل 3 أيام كل 400 سنة وهكذا وصل عدد الفرق الأيام إلى 13 يوم وده الفرق ما بين 25 ديسمبر و7 يناير 13 يوم التقويم الغريغوري عمل التغيير ده التقويم المصري ما عملش التغيير ده ورافض التغيير ده فظل على التقويم الأديم وبالتالي حصل الفرق ده 13 يوم ما بين 25 ديسمبر و7 يناير جنيسة الشرقية رفضت عمل أي تغيير في التقويم اليلياني كما رفض التقويم الغرغوري ولهذا استمر الفرق ما بين التقويمين 13 يوم لهذا يحتفل بالعيد الشرقي يوم 7 يناير وليس 25 ديسمبر طيب إيه بقى الملخص من ده كله أرقام دي والحسابات دي والتاريخ ده كله الملخص هقول الملخص بأكتر من حقيقة ودل حابب أتركهم مع حضراتكم في نهاية الحلقة أو الحقيقة احنا بنطيع الكتاب والكتاب يعتبر هو الكتاب المؤدس هو المرجع الأساسي لكل إيماننا ولكل أعمالنا الكتاب المؤدس العهد الجديد بيخلو من أي تحديد مباشر لميلاد المسيح يعني يعني ليس فيه 25 يناير ديسمبر ولا فيه يوم 7 يناير ودي تدي لك راحة أو الحاجة دي لك راحة أنه أنه الكتاب ما ذكرش بالزبط اليوم والشهر والسنة الحاجة التانية أنه الكنيسة ظلت 300 سنة 300 سنة دي فترة على فكرة ليست بالقليلة ظلت الكنيسة 300 سنة لا تحتفل بميلاد المسيح وعش كده تاريخ الكنيسة يخلو من إشارات مباشرة محددة عن اليوم والشهر والسنة فيه ممكن تجد بعض التخمينات واحد بيفصر مثلا متى فهو بيفصر متى قال ممكن يبقى كذا وكذا 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 ممكن يكون ميلاد المسيح لكن أكلم على الكنيسة ككيان واحد كجماعة المؤمنين كجسد المسيح كالكنيسة الوحيدة الجامعة اللي كانت موجودة في مصر وفي أوروبا وفي روما والكنيسة الجامعة ما كانش هناك احتفال اسمه احتفال عيد الميلاد فيبقى الكتار المؤدس ما ذكرش لي تاريخ الكنيسة في تلتميات سنة لم يذكر لي بالتحديد وما كانتش الكنيسة الأولى كمان بتحتفل كاحتفالاتنا النهاردة دي اللي احنا بنشوفها والعالم كله متزين ويعني في كل مكان وتسمع ترانيم الميلاد هنا أو هنا حتى في العالم الإسلامي حتى في البلاد الإسلامية وقت الكريسمس ده بيبقى يعني فيه إشارات وفيه علامات ليه يعني تقدر إنك تقول آه ده وقت الكريسمس حتى اللي مش عارف يعني إيه شجرة ولا يعني زينة تلاقي جيبها وحطي طائع فالكنيسة الأولى ما كانش عندها هذا الاحتفال لحوالي 300 سنة أول ذكر وأول احتفال احتفلت بيه الكنيسة الجامعة بميلاد المسيح كانت سنة 326 ده أول عيد ميلاد للمسيح كان سنة 326 الكتاب المؤدس بيعلمنا حاجة مهمة جدا حلو إن إحنا نحتفل وأنا مش ضد الاحتفال بالعكس إحنا بنحتفل مع أسرتي بنحتفل مع أولادنا بنحتفل مع الكنيسة بنحتفل فالاحتفال بميلاد المسيح أو الاحتفال بأحداث غيرت العالم وغيرت قبل ما تغير العالم غيرتنا إحنا كأشخاص أعتقد إنه شيء مهم زي ما الرب يسوع قال اصنعوا هذا لذكري لأنه من خلال احتفالنا بمائدة الرب نحن نتذكر الرب يسوع الذي أحبنا إلى هذه الدرجة أنه وضع نفسه من أجلنا ولأنه لما بنتذكر محبته لنا بنخبر أيضا بموته إلى أن يجي فالكتاب بيحثنا على أن إحنا نتذكر لكن في نفس الوقت الكتاب بيحذرنا من حاجة مهمة جدا الكتاب مؤدس بيقول لنا إنه إحنا قد صرنا في المسيح يسوع أحرار والرب يسوع حررنا من كل مطالب النموس وحررنا من كل التقصية وحررنا من إنه يحكم فينا من خلال يوم وشهر وسنة عشان كده يقول لنا الكتاب فلا يحكم عليكم أحد في أكل تاكل دي وما تاكلش دي أو من جهة عيد أن أنت لازم في اليوم فلاني تعيد وفي اليوم فلاني تعيد ولما تعيد لازم تعمل كذا وكذا وكذا كتاب مؤدس واضح جدا واضح جدا أنه لا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو من هلال الهلال دا بدأ يبقى دوان بداية كذا وكذا وكذا وشفنا الهلال فده بداية مواسم كذا وكذا أو من سبت تعمل دي وما تعملش دي يوم السبت كتاب مؤدس واضح جدا كمؤمنين بالمسيح مش بنرجع ليه النموسية وللتقصية كمؤمنين بالمسيح إسحرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرارا وعلاقتنا مع الله أصبحت خارج الإطار التقصية علاقتنا مع الرب صارت من خلال الابن يسوع المسيح العلاقة الشخصية مع الرب يسوع دون وسيط ودون أمور نفعلها لكي نقترب من بيها إليه ودون أن نعمل لكي ننال رضاه هو قد صنع كل شيء من أجلنا كده كتاب يقول لنا أو أحد يحكم عليكم في أكل أو شرب أو في يعني جهة عيد أو هلال أو شهر أو سنة أو أي شيء من الأشياء دي ليه لأنه دون بيدخلني في تدين ظاهري بيدخلني في عبادة ليست بالروح والحق زي ما الرب طلبها أن أحط نفسي ليه تحت نواميس وتقوس إذا كان المسيح قد حررني من هذه النواميس ومن هذه التقوس عش كده النوطة دي مهمة عايز تحتفل يوم 25 احتفل عايز تحتفل يوم 7 يناير احتفل فمن يحتفل يوم 25 من خلال احتفاله لا هو بيعصي ربنا ولا بيكسر وصية واللي بيحتفل أيضا يوم 7 يناير لا هو بيطيع وصية ولا هو بيرضي ربنا المواقيد دي أو الأيام دي هي من وضع بشر استحسان بشر لكنها ليست وصية إلهية رب يسوع ما قاليش ان انت لازم تعيد عيدين رب يسوع ما قاليش ان انت لازم تعيد في اليوم الفلاني رب يسوع ما قاليش ان انت قبل العيد لازم تعمل كذا وكذا 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 رب يسوع ما قاليش ان هذه هي وصياية ليك ما عنديش ده فمن يعيد يوم 25 فليفرح وليعيد وليبتهج وليتذكر أن يسوع قد أحب إلى هذه الدرجة أنه أتى إلينا آخذا سورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب تبقول لها يعيد 27 برضو يعيد لتكن كل أيامنا عيد ده اللي بيقوله لنا الكتاب العيد ليس يوم العيد مش يوم أبدا الاحتفال الحقيقي بميلاد المسيح هو الإيمان بيسوع المسيح وقبول يسوع المسيح رب ومخلص في حياتي ده الاحتفال الحقيقي مش طقس الاحتفال الحقيقي إنه فعلا يسوع المسيح يكون دخل إلى حياتي وصار رب ومخلص لحياتي ده الاحتفال الحقيقي إنه يولد في حياتي إنه يأتي إلى حياتي إنه يملك حياتي إنه يغير حياتي إنه أصير له أنا ابن أنال خلاصه وأنال بره الذي صنعه من أجل بموته وبقيامته ده الاحتفال الحقيقي بالميلاد كل يوم بنعيشه كمؤمنين ينبغي أن نحياه في حالة الامتنان ذكرى لعمل الرب يسوع تجسده ألامه صلبه موته وقيامته كل يوم نعيش بهذا الفكر وكده بولوس الرسول قال لي الحياة هي المسيح إن عيشته فللرب أعيش وإن موتته فللرب أنا أنا ولرب نحن دي الحياة مع المسيح صلبت فأحيا لأنا بل المسيح يحيا في فما أحياه الآن أحياه في الإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي كل يوم بنعيشه كمؤمنين هو عيد وينبغي أن نعيد ونفرح ونبتهج عاش كده الرب لما بيغير القلب بيبقى عندك عيد كل يوم بيبقى عندك امتنان للرب في كل يوم وصلي إنه هذه الأيام تكون أيام بركة وأن الرب فعلا يكون في حياتك فتحتفل به بميلاده وبقيمته إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يا كون ماكو ترجمة نانسي قنقر